يا اهلا بكم في الفيديو ده هنبدأ ان احنا هنتكلم على ازاي ان انت تعمل كسميز فرنيتشر للكيتشن والباثروم مين لي لان دول على كوهم ليهم اداة مختلفة لوحدهم تقدر ان انت تكريت منها كل التفاصيل بتاعت الكيتشن وكمان الباثرومز دو انا جيت هنا على الجزء اللي على الشمال دوت ودخلت على ادفانس التولز هتلاقي فيه جزء اسمه كيتشن اند باث لما بتبدأ ان انت تدخل عليه بيدخلك على فيو مختلف بيبقى عبارة عن لايبري موجودة هنا تقدر ان انت تختار منها كل الالمنتس اللي ممكن ان انت تستخدمها ازاي في النيتشر في الكاتشن والباثرومز هتلاقي هنا البيز كمبوننت اللي موجودة عندك هتلاقي اول حاجة لو انا دخلت على الكمان يونتس هتلاقي اليونتس اللي موجودة ممكن تبدأ ان انت تختار يونتس بالدورز بس او ان اني انت تختار بدروج بتقدر ان انت تستخدم ادروج مثلا مع دورف. مسلا حاجة بالحوض بتاعك فتقدر انت تختار حاجة بالحوض حاجة بالبوتاجاز فتبدأ ان انت تختار من اللي موجودة هنا تقدر ان انت تختار كل اللي موجودة عندك كمان هتلاقي في عندك حاجة اسمها ديت اللي هي بتبقى موجودة فوق تقدر ان انت تختار اليونتز بتاعة المطبخ اللي فوق عن طريق الجزء اللي موجود هنا وهتلاقي بقى تشكيلات مختلفة تقدر ان انت تختار منها كل حاجة من الحاجات اللي موجودة عندك كمان في حاجة لطيفة جدا لو انت عندك عمود فانت تقدر انك تختار حاجة زي كده وتظبطها على العمود بتاعك اللي موجود في المطبخ او حاجة زي كده او حاجة زي كده فكل الحاجات دي بتساعدك ان انت تكيديت المطبخ بأسرع طريقة ممكنة وتبدأ ان انت تتعامل معيه كمان هتلاقي فيه الكابانتس اللي هما بمواجدين زي دولاب كدهوت على الحيطة كاملة فتبدأ ان انت تبص ايه الحاجات اللي ممكن ان انت تستخدمها وكمان الميكانيزمز المختلفة اللي ممكن ان انت تشتغل بيها جوه الكاتشنز وازاي ان انت تتعامل معاها برضو هتلاقي فيه حاجات With Door الحاجات العناصر بتاعة المطبخ زي المايكرويف والفورن الحاجات دي كلها هتلاقي فيه حاجات كاملة موجودة فانت مجرد انك بتختار من الحاجات دي وتبدأ ان انت تشتغل بيها دايركلي وتبدأ ان انت تتعامل بيها على طول كمان هتلاقي فيه عندك هنا تلاجة مثلا والبوتجاز لوحدهم والحاجات اللي موجودة تقدر ان انت تاخد اجهزة اللي ممكن ان انت تستخدمها في المطبخ وتبدأ ان انت تتعامل بيها على طول من هنا وتبدأ ان انت تشتغل عليها وبعدين رقم سوعة دا الجزء الخاص بالباثرومز فهتلاقي فيه موجود الباثرومز او اللي ممكن انت تستخدمها اه ازا شاور ازا يانتس مسلا والاحواض اللي موجودة عندنا اللي احنا نستخدمها وكل الحاجات اللي ممكن تخدمها سواء في الحمام او في المطبخ هلاقيها موجودة في الجزء اللي موجود هنا كمان في عندي حاجة اسمها البارتس البارتس ديت هي عبارة عن ان انت ممكن تغير حاجة معينة يعني اليانتس حتى اللي انت بتحطها تقدر ان انت تضيف عليها وتعدل عليها وتغير فيها زي ما انت عايز فهتلاقي في حاجات الاجزاء بتاعت البارتس اللي هنا وبعدين اخر حاجة الماتيريالز لو انت عايز تغير في الماتيريالز بتاعت اي جزء من الاجزاء اللي انت هتستخدمها في الكاتشن هتلاقيها موجودة هنا فده كده بصورة سريعة الفرنيتشرز والتفاصيل بتاعتها وازاي ان انت تستخدمها وكمان كل الحاجات اللي تقدر ان انت تشتغل بيها دايركتلي من لايبري بتاعت كوهم علشان تقدر ان انت تكريت اي فرنيتشر تقدر ان انت تحطها بصورة سهلة جدا وسريعة لو رجعت الى فرنيتشرز واخترت البيز كابنتس وجبت كمن اليانتس اللي موجودة عندي واخترت مثلا الحاجات اللي بترويرز تقدر ان انت تختار مثلا اليانت دي هي الكامن الي موجودة عندنا ونروح على الكاتشن هنا ومجرد ان انا بكليك على اليانت ديت وهي ببدأ ان انا اعمل دبليكيتليونت على طول ممكن نقفل ده خالص وهي ناخد اليانت اللي احنا عملنا لها دبليكيشن ديت ونبدأ ان احنا نتحرك بيها ممكن نمساحة بس ونمسكها من هنا تاني توكي وهنبدأ ان احنا نمسكها من هنا ونثبتها بالمقاس اللي احنا عايزينه كمان نقدر نحن يتحك concerning فيها في الطول والعرض بتاعها زي ما احنا عايزين ونقدر نحن نعمل دبليكيشن بنيجي عندي الى الموجودة هنا سوى كونر ده او الواحنا نحط يوناتس فيها كونر فهتلاقيysz يندك هنا حاجات او الياناتس Donuts موجودة. يعني اللي انا دخلت مسلا على الى الأ com yet ič فتحتها كده. ودخلت على やتس هتلاقي ايه كونر كابنتس وفكرها في كونر كابنتس هتلاقي ان هو بيديك امكانية انت تعمل كونر من الكونر الي موجودة هنا وتبدأ انت تعامل معها فاولياكم مسلا هناخد كونر زايدا ونبدأ احنا ننزله هنا ده عايز يلف نقفل ده دلوقتي وناخد ده هيلف بالشكل ده كده اوكي ما زبطش معنا هنرجع تاني ننزل تحت اختار ده ممكن نحطه دلوقتي كده ونبدأ ان احنا نقول ان هو هينزل هنا اول جزء ده مثلا عشان ما يبقاش مدايقه نحط ده الاول في الكورنر بتاعنا اوكي بالشكل ده وبعدين نبدأ ان احنا نشوف هل ده هيركب هنا ولا مش هيركب يبقى كده انا اقدر كمان ابص عليها 3d عشان اشوف الكونكشنز ما بين الحاجات وبعضها بقيت شكلها عامل ازاي بالشكل ده كده اهو اهو بقى عندي اليانتس مرصوصة بالشكل ده وقدر بعد كده اكمل بقية اليانتس بتاعتي مرة تانية ارجع لي الكمان يانتس اللي مش موجودة في الكورنر واختار اليانتس مثلا with drawers وابدأ ان انا اختار اليانتس المشهورة بتاعتنا نحطها هنا نكمل بيها في الجزء اللي هنا طبعا انت ممكن تشتغل من 3d عادي بس انا بفضل في الحالة الاولانية نحنا نشتغل من 2d بحيث ان يبقى سهل علي ان انا اعدل الحاجة اللي انا عايزها واحطها بالضبط في المكان اللي انا عايز احطه كده نعمله zero علشان يبقى لازق في الحيطة على طول وده برضو يبقى واخد نفس السنابينج مع الجزء اللي هنا دوت فيبدأ ان هو يديني الشايب اللي انا عايزه وابدأ ان انا اخد دوت برضو اعمله دابليكيشن جنبي مثلا بالشكل ده مثلا هو ده ال الشايب اللي موجود عندي بتاع المطبخ اللي انا هبدأ اشتغل عليه وممكن طبعا بقى تيجي من يورجه على اخر يانت ديت نقول ان احنا لا اليانت دي الاثنين دول هنعملهم مسلا دولاب كبير فنقدر نحنا نمسح اليانت دي ونمسح اليانت ديت ونرجع عندنا هنا ونبدأ ان احنا نستخدم طول كعبانت ونبدأ ان احنا نختار مثلا اي شكل من الاشكال بتاعتهم ولياكم مثلا طول كعبانت زي كده بالشكل ده مثلا وهنبدأ ان احنا نحطها هنا استخدمها عندنا هنا بالشكل ده كده اهو اوكي وبرده هخلي المسافة بتاعتها 0 فكده بقت لازقه هنا عندي ممكن ان انا خليها لو انا حابب انها تبقى بارزة شوية او ان انا خليها في نفس المستوى بالزبط ونعمل تابليكيشن لها في الجنب هنا جنبيها على طول ويبقى المسافة بتاعتها بالشكل ده لما هنبدأ ان احنا نروح هنا فدول مفروض ان هما لطول كعبانت ما تدونيش لطول كعبانت بتاعتي فممكن ان انا اجي هنا وابدأ ان انا اعدل الارتفاع بتاعهم بالارتفاع اللي انا عايزه من 3D بالشكل ده اهو بصورة سهلة خالص اقدر اصحاب ده برضو واديله الهيط اللي انا عايزه فكده قدرت ان انا اخد الكعبانت بتاعتي طبعا تقدر ان انت تختار حاجة او يانت على طول بالبتجاز او بالسينك او ان انت تروح تكريت انت دايريكتلي لو انا رحت كده اخترت ال 3D وابتديت ان انا اجي على اي يانت من اليانت ديت اضرف على اليانت ديت هتلاقي فيه في الابشنز بتاعتها العلامة بتاعت الشاكوش ديت لما هيجي هنا اقوله ان انا عايز ده يبقى عبارة عن سينك مثلا ده اللي هيكون الحوض بتاعي طبعا انا مش بديزاين حاجة معانا دلوقتي انا بس مجرد بوريك التول واستخدامتها شكلها عامل ازاي عشان تبقى عارف ازاي تتعامل معها في الديزاين هما هنبدأ ان احنا نختار سينك هتلاقي ان ان هو فتاح لك هنا الاوبشنز بتاعت السينك بحيس ان انت تقدر ان انت تختار المأسيات بتاعت السينك وتاعت Abm فتقدر ان اك تدوس على الجزء اللي هنا دوت هتلاقي ان هو ط 좋다لك اشكايا مختلفة من السينك تقدر ان ان انت تختار الشكل اللي انت einenتو يعيش ان falar مجدfunction دا الشكل اللي احنا هنحبين اني يكون المعى المين عن طرحه فهنبدأ ان احنا نختار الشكل دوت وبعد اما خلاص خلصتوا هقول له generate the sync دوت وابعادها اقول له finish هتلاقي ان الحوض بتاعي بقى بالشكل دوت. في نفس الكلام لو انا عايز اي ابو تجاز مثلا او اي حاجة فهدوس على دوت وهدوس على الجزء دوت وهقوله مثلا عايز الستوف وفي نفس الكلام هدوس على الجزء دوت واختار شكل الستوف اللي انا عايزه وقالي اكم مثلا الشكل دوت وبعدين هدوس generate وبعد كده هختار finish فانس ان انا عملت كده فبصورة سهلة جدا وسريعة قدر ان هو يحطي لي ابو تجاز احنا مفروض ما منحطش اتنين جنبه بعد بس generally انا بفهمك بس ال concepts الاساسية اللي مفروض ان انت ممكن ان انت تتعامل معاها علشان تقدر ان انت تطلع او الستوف او ايا كان الديزاين اللي انت عايز تعمل. فعينة لي بعد ما بتخلص ما بتدوسش على اي حاجة خالص هنا وممكن تيجي ده في الجزء بقى اللي هنا وتبدأ ان انت تضيف حاجات بقى مختلفة خالص عن الحاجة اللي موجودة عندك في الديزاين فتبدأ ان انت تقوله مثلا انا عايز اعمل countertop فهيبدأ ان هو يعمل countertop ليهم كلهم مع بعض هتبدأ ان انت تختار countertop دوت انت عايز مثلا فيه back splash ولا لا اللي هو الجزء اللي هيبقى المراير بتاعت الرخامة شكل الرخامة نفسها والmaterials بتاعتها هتبقى شكلها عامل ازاي هل انت عايز مثلا materials زي كده مثلا ده الرخام اللي انا عايزه وبعد ما بعمل كده بقوله generate countertop فهو بيبدأ ان هو يبص ويشوف ايه الحواد فين المتجازات فين التفاصيل المختلفة فين ويبدأ ان هو يكريه الت countertop اللي موجود عندك علشان يقدر ان هو يطلع لك حاجة بالشكل دوت بعد كده finish فبيبدأ ان هو خلاص يخلص الجزء اللي موجود هنا وتبدأ ان انت على طول تكمل ال design بتاعك بكل التفاصيل بتاعته تقدر بقى كمان تضيف حاجات مختلفة ليه مثلا في ال nature lag فتبدأ ان انت تقول انا عايز في ال nature lag عايز ال real moldings الفوت lines مثلا اللي تحت انا مش حبيب ال lines او الفوت lines بتاعتي تبقى بالشكل دوت فعايز احط فوت line بشكل مختلف فتعال اختار من هنا فوت line شكلها مثلا عامل كده مثلا اوكي متيلي بتاعتها خشب لا انا مش عايز متيلي بتاعتها خشب او عايز مثلا color مثلا بالشكل دوت وتعالى يلا اعملي generation لها فبدل الفوت line بتاعتي ما هي بالشكل دوت هيبدأ ان هو يجنريت فوت line افلى الشكل اللي موجود عندي هنعمل finish فكده هيبقى ده الفوت line اللي موجود عندي وهكذا تقدر ان انت تشتغل على كل الاجزاء المختلفة اللي موجودة عندك وتبدأ ان انت تشتغل عليها هيا كمان بس صغيرة لو انت عايز تعدل في ال counter top دوت لو انت عملت تكليك عليه هتلاقي فيه هنا كمان ممكن ان انا مسلا اقول له اعمل لي extend من ال front extend من ال back لو انا حابب ان هي بقى برزة شوية اه لو انا مسلا عندي رخيمة وهتبقى طايرة مسلا عشان اعملها كأنها counter للأكل او حاجة زي كده فقدر ان انا اعدل بس من الارقام اللي موجودة هنا فمجرب ما بعدل في الارقام ديت اوتوماتيك ليه بيبدأ ان هو يديني الاكستنشن لو انا عملت generation كده فهيبدأ ان هو يطلع اه رخيمة ديت لقدام بشكل معين طبعا هنا عشان انا of word في الرقم ممكن احنا نعملها واحد او point five مثلا point five لان هو هنا شغال بالميتر فهيخلينا نرجعها تاني zero نعمل generation طبعا بقى تقدر ان انت تتحكم في حاجات تفاصيل كتير جدا ممكن نتكلم عليها لاتر في فيديوز تانية لكن in general انت بتقدر ان انت تتحكم في حاجات مختلفة مثلا هقول له point one او point two ده عشرين سنتي مثلا ونبدأ ان احنا نعمل generate فهيبدأ ان هو يطلع الرخيمة لبرا بشكل كبير بالشكل دوت كأنها counter فتقدر ان انت تتعامل مع ال counter دوت هو الجزء ده كده مثلا انا لو حبيت ان انا الف هلاقي ان ده طاير بالشكل ده كده يعني ده هينفعك في حاجات معينة مختلفة عن اللي احنا بنعمله دوله في الفيديو ده بصورة سريعة جدا نتعرفنا على الكاتشن وازاي ان احنا نتعامل معين نفس الكلام في الباثرون برضو هتلاقي اليونتس بتاعته وتقدر انت تحطها ديركلي وتعدل عليها لو عاقبك الفيديو ده بنتش تعمل سابسكرايب للشانل هنا على اليوتيوب ولو انت بتشوفني من على فيسبوك او على اي تانيل تانية اعمل فالو لبيجز بتاعتنا واستنونا في فيديوز تانية هنكمل فيها بقية التفاصيل بتاعت الكاتشن وما تنسوش هتلاقوا فيه في الدسكريبشن لينك تقدروا ان انتو تخشوا بيه على كوهم وتبدأوا ان انتو تعملوا اكاونت لكم على كوهم وتبدأوا بتشتغلوا على طول سواء بتشتغلوا في الكاتشنز او في الانتيريور ديزاين فده هيساعدكم بصورة كبيرة جدا